نطلع من هذا الخبر الى خبر مفرح لنا كلنا ان منتخبنا الاولمبي فاز من يعني ساعات قليلة جدا على كوديفور 2-1 في تاني اللقاءات الودية اللي اجرها منتخبنا مع منتخب كوديفور خلال الاسبوع اللي فات كسبنا اول ماتش 1-0 وعكاك كسبنا 2-1 استعدادات قوية جدا مهمة جدا لأولمبياد باريس المنتخب الافواري واحد من المنتخبات القوية جدا والكبيرة في عالم الكرة الافريقية وبالتالي الاستعدادات قوية جدا وحاجة مفرحة ان احنا نكون من لعب واحد من كبار القارة الافريقية ونكسبه لقائين في ظرف اسبوع ميكالي قال ان محمد صلاح على رأس اولوياته بالنسبة للثلاث لعيبة اللي هستدعيهم في اولمبياد باريس طبعا ده في حالة موافقة ليفر بول وفي حالة ان اجندة صلاح وموافقة صلاح تكون على هذا الاستدعاء قال انه ما صرحش بالثلاث لعيبة او بباقي اللعيبة اللي هو ممكن يستعين بيهم من اللعيبة الكبار نظرا لان هو منتظر لغاية لما يشوف اخر الجاهزية او اخر الاحوال بالنسبة للعيبة اللي هو مستعين بيهم من هدي المرحلة السنية في المنتخب الولمتي ولو في اي اصابات او لا قدر الله اي حاجة ممكن تحصل قبل منافسات الاولمبياد اشتركوا في القناة